نعم السؤال بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد أن أعرف على حلال تربية القط القطة بعيدة من أنهمها بعض الفطام نعم لازم نعرف أن تربية القطة وطربية الحيوانات الأليفة كلها هي تربية مسابن عليها التربية دي في يساب الإنسان عليها يعني إيه يعني الواحد لما يربي القطة وخاصة القطة لأن القطة وردت في الحديث أنها من الطوافين علينا والطوافات يعني إيه اللي حاصل يعني من الحاجات المألوفة الأليفة الموجودة في البيت فتربيتها بعيد عن أولادها ده ليس من نوع من أنواع تعزيب الأولاد ده نوع من أنواع ماذا رعاية الأم لأن فيه كتير من الناس ما بيستطيعوش أن هما يرب الأم وأولادها أولاد الأم القطة الصغار فهي لو ربت القطة وحدها ده جائز ويدخل هذا في الثواب طب لو هي تعمدت أنها تبعد عن القطة عشان يموتوا لا ده هي أرادت بس أن هي ترعاها لأن ده في إمكانياتها طب و باقي القطة ترسلها أو تدعى في مكان يحافظ على حياتهم وعشان كده فتربيت القطة بعيدا عن أولادها الصغار ده جائز شرعا وليس حراما مدام هؤلاء الصغار يمكن أن نحافظ على حياتهم بصورة أخرى